هكذا يقضي هذا المقاتل أوقاته في جبهة مجزر شمال محافظة ماريب حيث الخطوط الأمامية ملتهبة بالقتال وبينما تتحدث مصادر في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عن سيطرتها على أغلب المناطق الواقعة بين محافظتي الجوف وماريب وتحديدا بالقرب من منطقة الصفراء تستمر المواجهات في سلسلة جبال هيلان المطلة على محافظة ماريب تسير مواجهات جبال هيلان بالتزامن مع معركة الصفراء وهي المنطقة الاستراتيجية التي باتت في مرمى نيران الجيش والمقاومة بعد أن استطاع السيطرة على أغلب المناطق المتاخمة لها كما يسترجع هذا المقاتل المواقع التي باتت في قبضتهم انتصرنا على خمسة مواقع أو ستة مواقع بقران والسحاري والليلات والواغرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أيضا يسعيان لاستكمال السيطرة على منطقة الحجر إذ تعد هي الأخرى مفتاحا للمعارك التي تدور هناك منذ أيام وسقط خلالها عشرات القتلى والجرح في صفوف الميليشيا بينما أسر آخرون كما تظهر هذه التصريحات التي بثها مركز تابع للمقاومة في المحافظة والله نمشلوني ميين وأنا عند أمي ما تقول لأمك يوم ولا يومي عشان أقول لأمي يوم ولا يومي تعلمتها قلت لأمي يوم ولا يومي أنا جلس عند أمي قلت لأمي يوم ولا يومي وخارج بزيت لذاتي وخضي قلت الوالدس أنتك بالله بكتاب الله ينعطسي قلت لأمي بلاد عزر خلال اليومين الماضيين وسع الجيش الوطني معركته في ماريب إذان ليلتحم كما تقول المصادر مع المقاومة والجيش في الجوف عبر منطقة الصفراء وبذلك تكون الميليشيا دخلت متاهة جديدة إما أن تسلم أو أن تنتهي خاسرة في صحراء ماريب خصوصا وأن الجيش يتحدث عن إحراز ما يقارب 12 كيلو متران من الأراضي صوب منطقة الصفراء في الجوف مستمرا في التقدم من ثلاث محاور ما عدى الجهة الشمالية كما قال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة